السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم مراخرة على القناة ديالي فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة ديال اليوم هي تحت الطلب ديالكم كيف مالعادة بزا تشاركي معنا غير النتجة النهائية ديال بلاتوات ديال المملحات حيث كيكون عندي كوموند على داك الشي كانكم مزروفة يعني الوقت ما كيساعدنيش أنا ننصور ولكن وعدكم وقتلكم إن شاء الله كل شي غنشاركو معاكم في القناة شوية بشوية وكيف ما كتلكم حتى في قندن في واحد الفيديو في الأخير في هذه الأسبوع هذا واحد السيدة قتلي عمار طلبي عفوا شاركي معنا داك الشي اللي كتحطي في بلاتوات في تيك توك هناجي نشارك معاكم واحد واحد الوصفة أو ثلاثة الوصفات غنخرجهم كلهم الخبز ديال التورتيلا ساهلين راقيين بزاف أول حاجة غدين ديرو ديال الشوارما ديال وغدين ديرو ديال السلمون أو السلمون المدخن وغدين ديرو واحد آخر بسرومي والتون هنا ممكن تفنو فيهم كيف ما بغيتو تديرو أي حاجة توفرة عندكم اللي مهم في هاد المملحات أنهم ما كيتيفوا يعني ما ما غادش يدخلوا الفران ما فيهمش الورقة فيهم الخبز التورتيلا اللي ممكن ممكن تشريوه واجد أو لا توجدوه أنا شاركته معاكم كندن واحد العامو اللي عامين نخلي لكم الرافي ديرو وصفة في صندوق الوصف ديال الخبز التورتيلا هنا بنسبة للمقادير أنا كل رو اللي غنصيبو غنقولكم أش غدين دير فيه وممكن باش يعني الحاجة اللي ممكن تستغنو عليها أو لا تعودوها بحاجة آخرى وكيف ما قلت لكم هادو را كيتكالو باردين يعني ما كيتيبوش من غير دجاج اللي غنطيبو في حال الشاورمة وكيتكال باردين يعني وخا وخا دجاج وبالمدق ديال الشاورمة ولكن غيتكالو باردين وإن شاء الله في الفيديوهات الأخرى غنشارك معاكم المزيد من المملحات إن شاء الله وقاعدو كل حلوي اللي كتشوفو في في البلاتوات هي مسألة وقت لا أكتر أنا هنا دبا يعني شرحت لكم وفي نفس الوقت فاتوا لي كل شي المقادير ولكن كيف ما قلت لكم في كل رولي غنقول لكم شني غنضير فيه وباش ممكن تعودوه حاجة يعني لما كانت عندكم شي حاجة ممكن تعودوها بحاجة خراحنا في اللول غادي ناخد صدر ديال الدجاج درت فيه العسرة ديال الحامض معلقة ديال السوجة معلقة ديال الياغورط الطبيعي وليقامة ندرت ما بين ديال الشاورمة وما بين لقامة ديال ديال الدجاج اللي كتبع هنا ممكن ديروا غير كوري كافي هنا في المقلاء ضروري تكون سخونة بزاف باش الدجاج ما يتلقلناش للماء غادي نديروا فيه واحد دجولة ثلاثة معلقة ديال زويتة بلدية وغادي نلوح ديال الدجاج اللي مشارمل اللي لا تشارمل من قبل عاد حسن غنضيف واحد شوية ديال الملح ماشي بزاف لأن السوجة ضروري كتكون فيها واحد النسبة ديال الملحة عالية وصفك نخلي ديال الدجاج يتشوى كنت ديهو نجيبو ما كان عطيلوش الفورسه يطلق المديلو لهاء ينخسو جيها كاكي جيبنين بزاف لديد وكنناخدو الخبز ديال التورتيلة هنا في الوول كان دهنو باي سوس كي ينسبكم انا عندي هنا السوس ديال الجيريان ازتمع شوية ديال المايونيز ممكن ديروا المايونيز والياغورط الطبيعي ممكن ديروا المايونيز والكاتتوب مع شوية الحار مهم اي سوس كي ينسبكم او بالسوس الجيريان الصراحة كي يجيو عد حسن ام فوق ديال السوس كنزيد جاج لي شوينه كيف ما قطلكم الى ما كانت شلي قاما ديال الشوارما ما شي ضروري ديروا واحد شوية ديال الكوري كي يعطيل واحد البنة لديد بسف كان كان فرشوه لديك الخبز ديال التورتيلة كامل وهنا كان زيت شوية ديال الخيار مخلل مقطع دوائر قيقة وكان زيت الزيتون حتى هو مقطع دوائر زيتون خضر متابعة لها الولي كي يجي مع الشوارما وكان بدا كان كان دور في ديال الحفزيه التورتيلة كنرولي هكا وكان زيت واحد شوية السوس او للمايونيز اللي كان هكا في الجنغي باش يلسق مزيان وملي نجيو نقطع ما يعني ما غديش يتحل سوف يلسقه وكان خليه حدايا غدي ندوزول التزيين هنا التزيين ممكن تقطعوه غير هكا سامبل ماشي مشكل أنا قطع كله جنب اللول كيكونوا شي شوية خاويين ضروري هاد الخطوة خصوصا إلا كنتو غاد تقدموهم ليعني في بلاتو مملحات الضياف أولا في البوفي تقطعو دوكل جواني بحسن وده بغادي نقطع طروفه هن الحجم كيبقى على حساب المناسبة مطبع الحال إلا كان بلاتو ديال مملحات الشي مناسبة لشي عراضات تقطعوهم واحد شوية صغرين حسن كيجيوزوينين أما إلا كانوا الأفراد الأسرة ديالكم ممكن تاخدو هاد الحجم هادا لديك صغرين حسن كيجيوزوينين ممكن تخليوهم غير سامبل انا اختاريت ندهنهم بوحد شوية ديال المايونيز او لديك الصلصة الحرانية اللي درنا دخل ماشي داروري غيباش باش نسقط زيين من الفوق هنا كيفما قطعو انا اختاريت نزيين بهذا البصلة اللي كتكون مقلية كتباع واجدة مزيانة بزاف صراحة التمن ديالها رخيس وكتصلح حتى تديروها في الحشو والدخل كجيزوينا ومبعد ما سرينا هاد رولي ديال الشاورما غادي ندوزو التاني اللي هو غادي نديروه بسلم المدخل هنا كناخد الخبز التورتيلا كندهنو بجبن طري جبن العادي طري اما كتاخدوها كمنسم واجد او اللي كتزيدو فيه الاعشاب المنسمة اللي كتجيو يعني في القرعا واجدة كتزيدو على الجبن طريق كدخلتو مزيان وصفي كدهنو الخبز التورتيلا كامل ضروري ما تكترو شوية سوى من المايونيز او لجبن باش يجيو فازقين شوية حيك الخبز التورتيلا شوية صعيب في المكنة دياله لان هاد هاد المملحات ما غايت حمروش مبعد غايت كالوهاركا دبا كنزيد البيستو البيستو اللي هو الحبق مطحون مع السنوبار وانا سايبته شينهار ان شاء الله انا كنت صورت واحد الفيديو بالحق ما بقالي شينهار ان شاء الله هنشارك معكم السوس البيستو وكيكون فيه زويته بلدية او كنزيد هاد السلطة اللي كتكون مخلطة فيها الانواع ديال ديال الورقيات كتجي يعني كتبع بتمن ديالها مناسب كتدير شي اورو وشي حاجة وصفي او كتزيدو السلمون المدخن واحد جوش تشلائح او لا ثلاثة هاكا في الوسط ممكن تعودو السلمون المدخن او لا سلمون او ماذو بالكاشير مرتديلا وهنا غادي نرش لخيار المخلل ممكن ترشوه من قبل يعني قبل ما تديرو السلمون او غادي نرولي الخبز ديال التورتيلة او ضروري كيف ما كنكوليكم في جناب تزيدوا واحد شوية ديال الجبن او لا المايونيز باش يلسق مزيان وملي جيو نقطعوه ما يتحلج ممكن تزيدو زيتون حتى هو مقطعوه ما يتحلج كيف مالعادة كنزينو إلا بريتو تزينو ما بريتوش كتخليوه سا درير كتقطعوه انا هنا دهندو بديك جبنيت اللي بالاعشاب المنصمة كندهنو 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 كامل انا جحمل مرة البنت اللي بتبعيني في انستغرام وفي تيك توك كندهنو كامل بالبصلة يعني بالجبن والبصلة او لا هنا غادي نبدل بما ان الشوار ما درنا لها البصلة هنا اختاري تبديل السلمون نزينوه بالزنجلان ما بين البيض والكحل غادي نخلطو ونرشو على على الطاولات العمل ونفر ندك الجيهة اللي دهنب الجبن راكا يلصق ضغيه وكيجي زوين بزاف زنجلان بيضو وكحل صراحة كيجي في الزين ديال المملحات يعني كيجي راقي بزاف وهنا كنقطع ججنب ضروري باش يجينا يجيونا الروليات هكا مقدن حتى في الحطة ديالهم كيجي زوينين كنقطع المرسويات على حسب كيف ما قلت لكم المناسبة إلا كان في بلاتون المملاحات صغارين حسن الصراحة وكيف ما قلت لكم ممكن تعودوا للسرامون بالكاشير او للمرتديلا او لا اي حاجة كتنسبكم وكان حطهم في طبق التقديم هنا غادي ندوزو الثالث والاخير كان اخدو الخبز تورتيلا كان دهنو هنا خلط ما بين الجبن ديال الدهين والمايونيز وغالبا هاد كيجي معه المايونيز عاد حسن انا كترت المايونيز على الجبن كان دهنو الخبز تورتيلا كامل وكان بدك نرش في الول ديال السلطة المخلطة ممكن ديلو غير روكولا او لاي نوع ديال الحس كي ناسبكم هادي مخلطة كتنجيزوينة في المملاحات خصوصا هاد يعني في هاد الوصفة نيت بعد ما كان نرشو حد طبقه غادي نزيدك الزيتون مقطع واحد شوية ديال الخيار مخلل هنا ممكن نزيدو الدراء المعلبة ممكن نزيدو البيض مسلوق تحكوه يعني افكار كتيرة ممكن توضفوها في هاد الوصفة هادي نيت هنا رشيت عليهم واحد اللطة ديال التون انا هنا كنت حليت جوج ولكن فرولي واحد كان ديرو غير وحدة كافية وكان زيت السرومي في الوسط ممكن تقطعوه يعني مع الحشوة اللي تمه ولكن انا فضلت نخلي هاكاك صحيح باش يبال وفي الجنب الهيه درت ديال المكور الحمر قطعتو رقي واق اولا ممكن تحكوه في الحكاكة وهنا خيزو حتى هو حكيتو في الحكاكة الرقيقة ممكن ديرو حتى الخيزو اللي كي يجي في القراعي مرقد كي يجي هاكا محكوك واجد وكان فدا وكان لفو الخبس تورتيلا ديالنا ودائما كان زيدو واحد شوية ديال الجبن ولا المايونيز باش يلسق مزيان وكان كملو حتى الاخير صافي هنا بعد ما الفيتو غضي نقطع كيف مال عددو كل جوانب وكان بدا كان قطع الطروفة كي يجي وزوينين الصراحة في المناسبات في البوفي ديال المالاح وحتى الوليداتكم هكا انا عندي واحد فولادي كي مهم كبير ولدي الكبير كي يقضهم لخدمة كيعجبولو بزاف صراحة الله دائما كل يومين خصني ضروري نوجدهم له وكيف ما قدلكم ماشي ضروري حتى تكون شي مناسبة بعد نوجدو شي حاجا اللي كتكون زوينة وراقية اه ديرو هم الراسكم تبرعو بهم وليداتكم وهنا هادو انا اختاريت باش نندهنهم بواحد شوية ديال المايونيز وخدي الدكسورومي كان بقالي واحد قطع طرقي واق بزاف بالموس وغادي نزين بهم الفوق ممكن ديرو حتى الجبن جبن الكريمي اللي استعملنا الداخل ديرو في واحدة مانجا باستيليرا ودزوقو به يعني كيبقالكم اختيار تزين دائما كل واحد ودوق ديالو ولا خليتوهم غير هاكا كسادرة كيجيوزوينين الصراحة يكفي ديكل المنظر اللي كيبان من اللي كي تقطعو كيجو بديكل الخضراء وبديكل العمارة اللي فيهم كيجيو وراقيين بزاف سواف شكل والاحتفل ما دا قطي يعني غادي عجبوكم انا متأكد هاد هاد الوصفة هادي غادي تعجبوكم ان شاء الله ها هو الشكل النهائي ديالهم كيجيو وراقيين بزاف وزوينين في الحطة ديالهم كيف مما قلت لكم دخلوهم في البلاتو مملاحات في البوفي ديال المالح كيجيوزوينين وراقيين صراحة وساهلين ما فيهم شي خدمة اللي هي كتيرة هما الصراحة كياخدو المقادير هاكا بحال ديك الجبان مايونيز ديك العمارة بالحق يستاهلو ونتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتبقوها ولا تبقتوها شكرا لكم المتابعة للفيديو والى الفيديو القادم ان شاء الله شكرا لكم